منكمل معكم لقاءاتنا نهار السبت بالفقرة المخصصة للإتيكات مع خبيرة الإتيكات مارلان سلهب نفهم أكتر حالنا منصير نهتم بتصرفاتنا بطريقة تعاطينا مع الأشياء ومع الأشخاص أيضا وقدام نلاقي فرق وقدام نحس أنه كنا عم نغض النظر على شغلات تبسطنا لقلنا بالدرجة الأولى قبل ما نشوف غيرنا كيف عم ينظرنا إذا منعرف نتصرف إذا منتبع الإتيكات ولا لأ لأن هذه الثقافة حلوة كتير تكون مكتسبة من قبل كل الأشخاص كبار وصغار ومهما اختلفت مستوياتهم المعيشية مش ضرور يكون معنا مليين الدولارات حتى نكون مرتبين ونفهم بالإتيكات من هيك اليوم بدأيكم لقاءنا مع مارلان سلهب بدأول مدام مارلان سلهب وعنوان لقاءنا اليوم كيف منضيف الشاي أكان على الترويئة أو التي تايم وشو الإشياء اللي بتترافق مع الشاي تابعونا مارلان بونجور بونجور غيل أهلا وسهلا فيك أهلا فيك مارلان اللي قلته عن جات صحيح وأوقات يعني باختبر هذا القصص ومرة دقيتلك قلتلك شو حلو أن نكون منعرف وشو حلو نتصرف اللي منعرفه ولنرضي حالنا بالدرجة الأولى أنا شخصية ما فكرت أني أرضي حدا غيري فكرت أني كون عم برضي حالي وهلقات كون مبسوط باللي عم بعمله ما هو أصلا معرفة بتخلينا يصير عنا سقة بحالنا لما بتكون تعرف كيف عم تعمل أنت الإشياء ومتأكد منها بتحس بسقة بتحس أنه أنا خلاص صرت عم بعرف الإشياء بلتهي هيك تأتعرف عن ناس بدل ما التهي بأمور تنوية بس أنا بعرف كيف بتصرف فيهم نحن حكينا جمعة الماضية فردون حكينا أسبوع الماضي عن الزيارات صرنا تقريبا تلتة جماعة منحكي عن الزيارات ليش لا نترك هالشي باللبنان لأنه كتير حلو بعد أنه نحنا منزور بعضنا هلأ اليوم بدنا نحكي عن الشاي بس الشاي ممكن يكون زيارة يتجي لعندي زيارة ويكون أنا محضرت لك شي كتير بسيط مع الشاي جاتو صغير كيك وممكن تكون عزيمة كاملة متكاملة بس لما بتكون عزيمة بتصفي أني أنا لازم أعزمك قبل بجمعتين وبتصفي طولة هلأ منشوف كيف تفرق العزايم طبع الشاي خلينا نحكي عن ترويئة لبنانية تحديدا لأن دايما الشاي بيكون حاضر مع الترويئة أكان الأشخاص بيحبوا أو ما بيحبوا نحن علينا نعمل السيرفيز كامل صح؟ مضبوط مع الترويئة لبنانية يعني وين حضور الشاي وكيف بيتقدم الشاي؟ أول شي ست البيت بدأ تكون إذا جاي لعندها زيارة شي وإذا هي عاملة ترويئة لبنانية شي تاني إذا عاملة زيارة يعني إذا زيارة بردون بتكون محضرة الصواني طبعا أكيد بريء الشاي اللي هو اللي أهم شي أهم شي ننتبه كتير على أمور نكون نضاف بالصواني طبعنا ملمعين مرتبين الشرشف طبعهم الشو ما يكون كتير نضيف الشاي دايما ننتبه أنه بتعرف الشاي بده أوقات إذا بقلب البريء ما فيه مصفاية بده يكون فيه للمصفاية اللي رح نستعملها بده يكون فيه صحن على جنب عليك الحال صار فيه تفنن ببرقان الشاي مش بس ببرقان الشاي صار فيه ناس كيف اللي بتقله كونيسور طبعا المبيد فيه كونيسور للشاي نعم لو سمحتي مرلين مطارين ننتقل للسرعي الحكومي نستنع إلى كلمة سيد أحمد أبو الغيط شكرا